قصة حفلة ليلة الخميس خرج حسن وحمد وسعد معا من مبنى الشركة التي يعملون بها لدى والدهم وتوجه ثلاثتهم إلى موقف السيارات لكي يستقلوا سيارة سعد ومن الفور جلس سعد إلى مقعد القيادة وإلى جواره جلس حمد بينما ركب حسن في المقعد الخلفي وبعد أن خرجوا إلى الطريق العام قال حمد لقد وصلتني اليوم تذاكر السهرة التي حدثتكم عنها يا شباب لابد أن تأتي معنا يا سعد ويا حسن قال حسن وهو يبتسم لقد قلت لك مرارا وتكرارا يا حمد لن أخرج معكم في تلك السهرات أبدا قال سعد في مراح ها قد قالها الشيخ حسن هو لن ياتي يا حمد سوف أتحدث مع رفعة صديقي وسوف يأتي معنا لا تقلق سوف أكمل لك العدد قال حمد في عصبية وهل رفعة لديه سيارة دفع رباعي؟ رد سعد لا رد حمد إذن فلتصمت وتحاول إقناع حسن أن يأتي معنا فلن نستطيع الذهاب دون سيارته ذات الدفع الرباعي ضحك حسن وقال إذن أنتم تحتاجون إلى سيارتي فقط؟ قال حمد بالفعل يا حسن نحن نحتاج إلى السيارة وأنت تعلم أن تلك الحفلة في الصحراء البعيدة في البادية ولن تكون هناك شبكة إنترنت حتى من أجل طلب سيارة توصيل خاصة والأمر مكلف جدا كما تعلم يا حسن فما رأيك أن تأتي معنا؟ وسوف نتكفل أنا وسعد بسعر بنزين السيارة والله إنها صفقة مربحة للجميع وسوف تكون الحفلة رائعة بحق هذا وعد مني قاطعه حسن وهو يقول لا لن أذهب معكما إلى هذه الحفلات الليلية يكفي أن الحفلة تبدأ الحادية عشرة مساء وتنتهي بعد الفجر وكما تعلمون أنه لا يوجد حتى احترام للصلاة فلا مكان للصلاة كل شيء موجود للاحتفال إلا ما له تعلق بالصلاة واحترام ذكر الله تعالى حتى الحمامات الموجودة ما هي إلا كبينة متنقلة قال سعد يا أخي وحبيبي حسن ذلك هو نظام الحفلات الحديثة يجب أن تواكب العصر وغدا الجمعة إجازة قال حسن مبتسما إن هذه الحفلات وأنظمتها الحديثة لا تعني لي شيئا قال حمد موجها كلامه إلى سعد قلت لك من البداية أن حسن لن يوافق على مرافقتنا في هذه الحفلة فهو لا يستطيع الخروج من المنزل بعد التاسعة مساء أعتقد أنه يخاف من زوجته فلو تأخر لعاقبته زوجته وأخذ حمد بالضحك وقال له سعد محاولا الضغط على أعصاب حسن بالكلام معك حق يا حمد فزوجة حسن لها شخصية قوية وهو لا يستطيع مخالفة أوامرها أو الخروج مع إخوته أو أصدقائه ولو ليلة واحدة قال حمد وهو يضحك الحمد لله أنني غير متزوج حتى أستطيع الخروج مع إخوتي وأصدقائي ليلة الخميس قال حسن يا سبحان الله وهل أصبح الخروج حتى الفجر واحدا من واجبات الأخوة والصداقة يا إخوتي لقد قلت لكم مرارا إن الأخ الصالح والصديق الحميم هو من يدفع أخاه وصديقه إلى الخير لا أن يدفعه إلى حفلات الفسق والاختلاط والفجور مع البنات ومع من هب ودب قال سعد وهو يوجه كلامه إلى حمد ها قد فتحت علينا مواعظ الشيخ حسن يا حمد قال حمد يا أخي إن لبدنك عليك حقا والله أمرنا بالترويح عن قلوبنا ساغة بعد ساعة رد حسن وأين الساعة التي قضيتها في قيام الليل والتهجد أو حتى صلاة العشاء يا حمد حتى تطالب بحقك في ساعة تروح بها عن نفسك أين صليت الفجر يا حمد اليوم أخبرني رد حمد وهو يتضجر إذا كنت تصر على عدم الحضور معنا يا حسن فلماذا لا تترك لنا السيارة اليوم قال سعد نعم يمكنك ترك السيارة معي وأنت تعلم أنني سائق ماهر وسوف نأتي لنقلك معنا إلى العمل يوم السبت ولسوف ترى قال حسن لا 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 لن أترك سيارتي لكما من أجل حفلة فجور ولقاء بالبنات تلك الحفلة التي تنون الذهاب إليها ولن أعينكم على المعصية ألم تعدني يا حمد أن تنتظم في صلاة القيام؟ وأنت يا سعد ألم تتعهد لي بأداء صلاة الفجر في موعدها كل يوم جماعة في المسجد؟ كيف بالله تصلي الفجر وأنت منغمس في ليلتك تلك بهذه الحفلة اللعينة؟ وأنت يا حمد هل ستصلي القيام على أنغام الموسيقى وبصحبة الفتيات؟ رد سعد وهو يقف بسيارته الصغيرة إلى جوار سلسلة من المنازل يا حسن يا أخي الحبيب لا تكن هكذا وساعدنا في الذهاب إلى هذه الحفلة هذه المرة فقط ولك علينا كل ما تريد بداية من الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى قال حسن ها قد وصلنا فليذهب كل واحد منكم إلى شقته ودعوني وشأني يا إخوتي فلدي الكثير لأقوم به هذه الليلة قال حمد وماذا لديك يا أخي؟ وأنت لن تذهب معنا إلى الحفلة رد حسن لدي تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل فأنا حريص على التنعم بالشرف والما كانت غدا ولهذا يجب علي أن أسعى إلى قيام هذه الليلة ولدي تطبيق قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فأنا أسعى إلى نيل المقام المحمود في الدنيا والآخرة وأهم ما لدي يا إخوتي أن أشعر بالطمأنينة والسعادة النفسية بأدائي لقيام الليل فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال زملوني من شدة الخوف يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل إن لك في النهار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا نزل الثلاثة من السيارة وبعد أن قام سعد بركن السيارة وقام بتغطيتها توجه إلى منزله بينما وقف حمد مع سعد يبحثون عن حل مناسب لتلك المشكلة وفي تمام الساعة الثالثة فجرا فتح حسن مصلى العائلة ثم نصب قدميه لصلاة التهجد وافترش الأرض مصليا داعيا الله أن يهدي إخوته وأن يلهمهم الصواب وبعد ربع ساعة شعر بأحدهم قد دخل ليصلي في الناحية الأخرى من المصلى بكل هدوء وروية فلم ينتبه إليه حسن بسبب ضعف الإنارة ولكن حسنا أكمل صلاة تهجده وفي الوقت نفسه وفي قلب الصحراء بعيدا عن العمران وفي منطقة نائية تماما وقف سعد وحمد في طريق في وسط الرمال تائهين حائرين قد بدت عليهم علامات العطش والتعب والإرهاق وقد اغبرت ملابسهما وبدت عليهم علامات الإعياء وهما يسمعان أصوات الكلاب بالقرب منهما في شدة الظلام وأخيرا قال حمد لسعد لقد قلت لك ألا تثق بسائق السيارة هذا وقد حذرتك يا سعد من هذه المخاطرة قال سعد وكيف كنت تريد أن نحضر الحفلة إذن؟ هل كان هناك حل آخر؟ قال حمد انظر إلى خطتك العبقرية كان لينبغي علينا أن نحضر تلك الحفلة من الأساس انظر إلى حالنا الآن فلقد تعرضنا إلى السرقة والذل من سائق السيارة حتى إنه هو وعصابته التي انقضت علينا فجأة قد نهبوا هواتفنا المحمولة وكل النقود التي كانت في حوزتنا وتركونا أذلاء مساكين على هذا الطريق في منتصف الصحراء حتى دون زجاجة ماء واحدة ولقد مرت ساعتان تقريبا ولا أثر لأي سيارة نحن نستحق ما نحن فيه فشرف المؤمن قيامه بالليل وليس سمره وسهره بالليل تماما كما قال لنا حسن وفي ذلك الحين أتى إمام المصلى وأشعل المصابيح فابتسم حسن عندما رأى أن ابنه محمدا ذا الخمسة عشر عاما هو من كان يصلي في الناحية الأخرى من المصلى فأجهش بالبكاء من شدة فرحه أن جهوده في الدعاء لم تضع في أعز الأشخاص إليه وأخذ يدعو قائلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل لي نورا وأول ما به أمر الإله النبي وصحب خير سامقين قيام الليل قوموا ليلكم كي ننال النصر يا من تنعسونا صلاة تهجد من قبل فاجر تركناها فصرنا خاسرين وأبسدت الذرار سأخلق فصلوها يا من تسمعونا فقعت شهد النبي بخبث من لا يصليها فكونوا راشدين ألي استخلاف لن نملكه يوما بتخطيط فقط يا مسلمون ولكن بالتماسك بالصلاة وحسن عبادة كالسابقين وهذا ليس يقنع ساسة والذين يحللون وينقدون فعندهم العبادة ليست تأتي بنصر بل بعقل يؤمنون ولو قرأوا بأخبار القدامى لأضحوا بالعبادة مؤمنين آل صاروا عالمين بمن بها في زمان سابق فتحوا الحصون وقال الله من زيغ وغيين ومن تضليل قوم مشركين اللهم اجعل لي نورا قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا سورة المزمل وقال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون سورة الأعراف وجاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفسك سلان عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد أنت تحب الخير لك ولأصدقائك أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى موقع لينور الإلكتروني www.linor.com اللهم اجعل لي نور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر